طرد فيكتور روكي وهل استحقت طرد في مباراة برشلونة أمام ألافيس إليكم التفاصيل يتواصل الجدل التحكيمي في الدوري الأسباني وهذه المرة في مباراة برشلونة وألافيس في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة بعد طرد فيتور روكي لاعب الفريق الكتالوني ولعب برشلونة مع ألافيس في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني وكانت المباراة تسير بشكل طبيعي حتى الدقيقة الثانية والسبين عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روكي وشارك روكي في المباراة كباجيل منذ الدقيقة ستين ولم تمر ثلاث دقائق حتى سجل اللعب هدف فريقه الثالث في اللقاء لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للفريق الكتالوني وصلنا إلى نهاية خبر اليوم بشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته